أهلا بحضراتكم من جديد في الحقيقة ملف الحكام والفار يعني ملف غاية في الأهمية ويعني إحنا زهقنا من الكلام والحديث فيه ولكن حنتطر نفضل نتكلم في الجزئية دي لحد ما الحال ينسلح هو ما فيش أي بوادر تبين أن فيه يعني انفراجة في أزمة الحكام أو فيه ما يتعلق بالأخطاء التحكمية تحديدا يعني عشان يبقى كلامي واضح في بطولة الدوري حتى في ظل تواجد تكنية الفار التي ربما ربما لن تكون متواجدة بداية من الشهر المقبل وحقول لحراركم التفاصيل وإحنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده لكن برضو إحنا متابعين الملف ده وحنتكلم فيه محضراتكم دلوقتي لكن الأزمات مستمرة الأخطاء التحكمية مستمرة بالتحديد في مباريات النادي الأهل في مباريات تانية كمان حصل فيها أخطاء كارثية أخطاء كارثية لكن أنا هاخدها محضراتكم كده وحدة وحدة ورغم فوز الأهل على المقاولين أول مبارح في مباراة كبيرة جدا قدر النادي الأهل أن هو يعود فيها بعد ما كان متأخر بنتيجة 2-0 علشان يفوز 3-2 لكن رغم كده الأهل كان ليه ضرب الجزاء وكان فيه تعطيل للعبه بشكل كبير جدا من قبل الحكم وكان فيه انذارات بالشكل مبالغ فيه جدا 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 يعني كان كل فاول بانذار لعبة النادي الأهل وبالمناسبة الأخطاء التحكمية مش بتتمثل بس فيه كورة كانت ممكن تتحسب ضرب الجزاء أو فيه مثلا هدف تلغى أو ما تلغاش وكامل لا فيه أخطاء تحكمية ممكن تأثر على فرقتك فيما بعد من خلال إنذارات ملهاش أي لازمة ومش المفروض إن هي تكون موجودة فيه أخطاء أو حالات معينة فأنت بالذات تحديدا يعني بالذات فيه ترقم البطاقات دي ممكن تعطى اللعيب معينة في مباراة مهمة هل ده برضو توجه أو دي طريقة ما تقدر من خلالها إنك تعطى لعبة النادي الأهلي مثلا يعني طب خلينا نشوف اللقطات دي خلينا نشوف الحالات دي فيه عدد من الحالات للعبة النادي الأهلي ابتدنا بحالة ياسر إبراهيم عشان نبقى صرحة مع بعض طبعا يستحق فيها إنذار دي ما فيهاش أي مشكلة أنا بجيب لحضراتكم الحالات اللي إحنا نستحق فيها إنذارات والحالات اللي إحنا ما نستحقش فيها إنذارات أدي أول واحدة بتاعت ياسر إبراهيم نستحق فيها الإنذار ياسر بصراحة ما فيش أي مشكلة في كده لما تكون حالة تستحق إنذار قد الإنذار عادي ما عندناس مشكلة احنا عايزين عدالة تحكمية عايزين الأمور تبحث على ماشية بالشكل الجيد لا نفquinho أن يكون في ظلم أو توجه أو التوازن الأمور التي عارفناها تحديدا في الكرة المصرية نحن لا أريد أن نشوفها ولنا أريد أن نخلص منها أنا لا أعرف أن نخلصنا لذلك في الفترة سنخلص منها وللا لا واضح أننا نخلص منها وواضح أننا الفترة التالية سنعاني بشكل أكبر اننا نخلصنا مستهدد هنفضل حطيني سبوت على المواقف اللي زي دي عشان كل الامور دي لازم توصق لازم توصق بالشكل الانسب عشان اخر الموسم كده نيجي نتحاسب على الحاجات دي بشكل جيد اه دي اول حالة نخش على الحالة اللي بعديها حمدي فاتحي وقع على لعب المؤولي العرب ادي انظار على طول يلا على طول ما تفكرش طالما وقع اي لعب من المؤولي العرب بغض النظر على اسم الفرق تبص عشان مرضو يبقى الكلام واضح اي لعيف النادي الاهلي اشترك او التحم في كرة عادية يدي له انظار لازم تدي له انظار ده كان تفكير الحكم كده في المباراة دي ما عرفش تفكيره ده بنانا على ايه مش عارف هنا التحم انا شايفه عادي حتى لو فاول حتى لو فاول ما تستحقش انظار اطلاقا احنا يا جماعة نتفرج والله على الدوريات الاوروبية والكلام من ده الحاجات الازاي دي كور من الشترك عادي جدا لكن انت اوكي عايز تحسبه فاول بس فاش انظار واضح ان هو برضو عايز يعدد البطاقات الصفراء للاعيب النادي الاهلي في هزين مباراة طيب نخش على الحالة اللي بعدها محمد شريف تعال بقى بص الحالة دي او دي بتاع حسين الشحات الاول ماشي حسين الشحات انظار على طول من غير ما يفكر بص حسين الشحات الكرة مثلا ايه خانته بالتحم بشكل طبيعي فاول اوكي فاول لكن دي تستحق انظار ما تستحقش انظار خالص اي لعبة خد على طول انظار دي طريقة من الطرق اللي ممكن من خلالها يتم تعطيل النادي الاهلي في مسرته في بطولة الدور طيب تعال على الحالة اللي بعديها محمد شريف بص بقى دي بص دي بص فاول يلا روح ادي له انظار انت نسيت بص افتكر استنى دي ننسيت اديك انظار طب هو عمل ايه هو عمل ايه تعال بانشوف العادة بص هو مين اللي ضرب مين محمد شريف اللي ضرب صح يعني زي ما احنا شايفين كده مع بعض اهو محمد شريف اللي ضرب طب انت ازاي تتضرب يا محمد لا تعال اخذ انظار ايه محمد ده ازاي تتزق ازاي تتضرب اللازم تاخذ انظار طيب ممكن واحد يقولي اصل هو عشر اعترض على الحكم طب ما هو بيقوله ليه يا كابتن انظار ليه او فاول ليه اول اصلا ده هو اللي مزقوق هل لو هو قال له كده دي برضو انظار فالموضوع بقى غريب جدا بصراحة فهي كده الانظارات خلصت للنادي الاهلي لا ما خلصتش لسه في انظار كمان لعمر السلية رغم حالة محمد شريف دي بالتحديد يعني غريبة جدا عمر السلية والتحام عادي جدا لا خد يا سلية انظار ما ينفق انا يا جماعة الكارت اللي اصفر لازم اطلعه طول المطش انا كده حكم انا كده موجود بصراحة طريقة مبالغ فيها وامر غريب جدا في كمية الانظارات اللي ظهرت في مبارات المقولين العرب بخلاف بقى ايه تعال بقى للاهم واللي بتبقى اكثر تأثيرا الحالات اللي انا حوريها لحضرتك دلوقتي دي عادي ضرب الجزاء من دبن ضربات الجزاء العديدة التي لم تحسب للنادي الاهلي هذا الموسم التي لم تحسب والتي سوف لن تحسب في المطشط اللي جاية ركز مع كلامي احنا قد دلوقتي لنا ضربتين جزاء في الدوري او اكتر كمان ففي ضربتين جزاء لم يحسبوا وفي ضربات جزاء اخرى اللي لن تحسب للنادي الاهلي لان المعطيات كلها هي اللي بتقول كده انا مجيبش حاجة من عندي هاتلي بقى لحالة كده واحدة واحدة في الاعادة اهو ادي ضربة ركنية تلعبت بصة حندي فاتح مزوئ ازاي والله برضو الحاجات دي بتتحسب برد ضربات جزاء على طول ارجع لليفار طب احنا لنرجحش لليفار ليه يعني للفار عندنا والحمد لله ان احنا عندنا впار لحد دلوقتي وانا اجاني لكم برضو في الكلام الحمد لله ان احنا عندنا فار لحد دلوقتي وانجاز كبير جدا كان ليسنا الغناء خمساجة عمليته يعني بالموناسبة طب احنا لنروحش لليفار ليه ما تروح تشوف أحاكم الفار يعني انت متشوفش الفار ليه طب الناس اللي في الفار هم عاديين بيتابع المطش ولا هم يعني غفلوا شوية ولا ايه الوضع ما تنادي الحكم بتاعك قوله تعال شوف الكرة دي فيها شك يا عم يمكن تطلع صح ويمكن تطلع غلط بس قوم الناس مش مدركة مدى اهمية الفار او كيفية استخدام تقنية الفار ضرب الجزاء واضحة جدا لنحمدي فتح ما تحسبتش في الشوت الاول بعدها جي فينا جنيه جي في الاهلي جنيه وبالمناسبة يعني انت بتلعب مباراة وارد تكسب وارد تخسر وكلام من ده ده عادي جدا لكن انا بتكلم ان الاخطاء اللي زي دي ممكن تؤثر على نتيجة مباريات كانت ممكن تؤثر على النادي الاهلي في هذه المباراة بعد الخطأ ده ضربة الجزاء ما تحسبتش بتاعت حمدي فتحي الاهلي استقبل هدفه لكن الاهلي بعزمته وبروحه الكبيرة وبرجول يتلعبه واسرارهم قدروا انهم يجيبوا ثلاث اهداف ويحسنوا اللقاء في شوت تاني كان اقصر من راعة من النادي الاهلي ومن مستر بيتسون مسماني كمان تحديدا ده ايه فيما يتعلق بالنادي الاهلي طيب انبارح الرجل شريف اكرامي حرس مرمى بيراميدز خد الكورة مسك الكورة كده ودخل بيها جوا الجون فمطش ايه سموحة بص اللقطة دي حضراتكم معاي امشي بيها جبيبه كده امشي هو كده الشريف رين جوا الجون صح ده فيه اجماع على فكرة يعني فيه اجماع ان الكورة جون وهي مش بحتاجة محللين عشان يقولوا هي جون ولا مش جون لكن اللي بيتفرج او اللي كان بيتفرج على النطش الاول وهلة لما شوف الكورة دي هيشك في اول وهلة ان هي جون لما هيجي يشوف الاعادة لما هيجي يشوف الاعادة هلقى ان فعلا ان الكورة جون ده شريف رجلو الاتنين جوا طب هو رجلو اتنين جوا ويدو برا لا طبعا دي الكرة جوه الجون هدف صحيح مليون في المية لسموح كان حيتقدم اتنين واحد طيب هنا السؤال بقى بعد ما شريف مسك الكرة ودخل بيها جوه الجون وبيقول يا جماعة أنا دخلت بالكرة جوه الجون بعد ما هو عمل كده ايه اللي حصل الحكم عمل ايه ولا اي حاجة كانوا ما شافش كانوا مش موجوز في المطش ده حكم الساحة بلاش حكم الساحة الراجل معذور الرؤية يمكن ما كيتش واضحة في يعني حد وقف قدامه فما شافش مثلا يعني طيب الفار الفار فين موجود ولا مش موجود كان موجود في المطش طب حضراتكم يا حكام الفار بعد اذن حضراتكم انتوا ليه ما ندتوش الحكم وقلتوله تعالى شوف الكرة دي فيها شك وده بقى ايه ده كرة مؤثرة جدا يعني كان ممكن يبقى هدف لسموحها يعني يبقى كويس وبعدين بالمناسبة بالمناسبة هو مش بيرامدز ده المفروض ان هو نادي بينافس في بطولة الدوري ولا مش دي ناس عندها طموح وعايزين ينفسوا على بطولة الدوري مش ده اللي احنا نعرفه او كل مصر تعرفه حلو طب لما يبقى كرة زي دي على بيرامدز اللي ربما ينافس على بطولة الدوري وما ترجعش فيها للفار ده معناه ايه انا استنتجه ازاي استنتج ايه منه استنتج ان فيه توجه ولا ما فيش توجه عشان ما يبقاش كلامنا كده وخلاص الوقاعة هي اللي بتقول الحالات هي اللي بتقول هاتهلي تاني معلش يا بيبو هاتلي الكرة دي بتاعت شريف اكرام الكرة جوا الجول هدف صحيح مليون في المية لسموحها وانا هنا مش منوط ان انا ادافع عن نادي سموحة وحقوقه بخصوص التحكيم لا انا بطلب العدالة التحكيمية في كل المباريات لكل الفرق اهل زمالك بيرامدز سموحة اي حد اي حد ليه حق لازم ياخده خصوصا ان احنا عندنا الفار لحد دلوقتي الفار موجود فانت مفروض دلوقتي واحد موجود في غرفة الفار تكلم الحكم يا حكم بعد اذن تعال بصلنا على الكرة دي عشان الكرة دي تقريبا ممكن تكون جوا فحاجة في الحقيقة غاية في الغرابة يعني واحنا هنفضل مستمرين في الموضوع ده لكن الاهم بقى وانا عايز اربط الحالات الغريبة دي وعدم العودة لتكنية الفار بحاجة اكثر غرابة اللي هي ايه بقى ان انت يوم واحد اتنين واحد فبراير الشرك المنوطة بتنفيذ تكنية الفار في مصر اللي ليها مية وخمسين الف يور عند الاتحاد المصري للكرة القدم واللي لم يسدده حتى الان لهذه الشركة هددت بشكل واضح الاتحاد قالوا لهم يا جماعة لو انتم مش هتدلنا الفلوس بتاعتنا احنا اول شهر ما فيش بار مش هنقدرنا هتقولنا الفلوس واحنا مكملين بالتكنية الكلام ده معلم من امتى من اول الشهر الحالي او كمان من ايه اخر الشهر اللي فات لحد دلوقتي الاتحاد لم يسدد المديونات اللي عليه اللي المفروض تكون للشركة المنفذة لتكنية الفار طيب هل احنا انا بقى بربط انا كده مجرد تساقل بربط بس هل احنا بنحاول نظهر الفار في شكل سيء وبحالة سيئة عشان يتم انتقاد الفار بشكل كبير من قبل الاعلاميين والبرامج التلفزيونية وبالتالي تبقى النتيجة ان الفار ما يبقاش موجود ما هي جماعة اصل الفار لما كان موجود كان فيه مشاكل كتير برضو فاحنا نتفي بالحكام عشان ما ندفعش الماديونية اللي علينا عشان ما نستمرش في استخدام هذه التكنية عشان ما ننسبش نجاح للناس معينة هي اللي قدرت تنفذ التكنية دي ده تساقل مجرد تساقل حنشوف نايس ايه 8-9 تيام على شهر ده نتمنى ان الاتحاد يسدد الماديونية اللي عليه للشركة بتاعة الفار عشان التقنية تستمر وعشان الحكام بتاعنا يتعلموا يتعلموا ازاي يستخدموا تكنية الفار عشان ما نشوفش الاخطاء الكاريسية دي رغم وجود تكنية الفار في مصر بس اللي فيها اخطاء بسبب الفار العالم كله اه وفيه اخطاء بس بتبقى حاجات يعني بنسبة قليلة قوي تكاد تكون معدومة تكاد تكون معدومة بتحاول فعلا ان انت تطبق تكنية الفار عشان تحاول تعمل نسبة عدالة تحكمية باكبر قدر مستطاع لكن لحد دلوقتي احنا عندنا مشاكل في تكنية الفار ومش عارف النواية فيها ايه في الحقيقة وايه التوجهات عبارة عن ايه لكن في كل الاحوال احنا بنرصد لحضراتكم كل الامور والحالات الغريبة في بطولة الدوري هذا الموسم اشتركوا في القناة